استقبل وزير التنمية المحلية محمود شعراوي محافظة الودي الجديد محمد أزماللوط في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة لمزارعي القمح وصرف المستحقات أولا بأول للوصول للكميات المستهدفة واتقاد الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد من جهته أشار محافظة الودي الجديد إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لعمليات توريد واستلام القمح وفقا للخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الملف لافتا إلى وجود لجنة عليا تم تشكلها بالمحافظة تضم مدريات التموين والزراعة وبعض القيادات التنفيذية للتنصيق المستمر وتقديم كل التسيرات اللازمة